مملكة البحرين لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع وتناولت كلمة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية تعاون الحكومة بإيجابية ومسؤولية مع توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بخصوص التقرير الوطني الثاني الذي اعتمده المجلس في مايو 2012 من خلال تأكيد دعمها لتنفيذ 145 توصية بشكل كامل تأتي هذه التهاني والتبركات لمملكة البحرين على الجهود الكبير لبدلتها من ناحية القانونية والتشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الكثير من الإجراءات والتنظيمات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي جاءت في تغرير مملكة البحرين الوطني الثالث التي قدم لمجلس حقوق الإنسان واللي اليوم تشرفنا بتقديمه واستعراضه مع كافة دول العالم وحصلنا بوضوح كبير إشادات كثيرة وعديدة من غالبية دول العالم على التطورات الموجودة في البحرين خاصة فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوطنية الحماية إنشاء كثير من القوانين متعلقة بالمرأة حماية الطفل منع التعذيب أيضا المسلسات التعليمية إدخال البرامج التعليمية في المناهج التعليمية سواء في وزارة التعليم أو في كلية الشرطة الملكية أو جامعة البحرين فيما يتعلق بالبرامج الصحية والوسائل الإعلامية المتطورة فيما يتعلق بقيم التسامح البسطية والاعتدال والنبذ الكراهية فهناك إشادات كثيرة أن البحرين أصبحت بدون أدنى شك هي إنموذج حقيقي وطني خليجي إقليمي دولي للاقتداء به في تنفيذ الكثير من الاتزامات وأيضا أشهدوا عدد كبير من الدول بتعاطي مملكة البحرين مع الآليات التعاهدية فيما يتعلق بتقديم التغارير ومنقشتها في وقتها والتعاطي الإيجابي مع المفوضية السامية وكافة الخبراء والمعنيين فيما يتعلق بالانفتاح عليهم وأيضا الشفافية والتعاطي في الإيجابة على الكثير من الأسألة فنحن سعيدين جدا أن البحرين تقدم تغرير مشرف وتغرير ناجح في دوراته الثالثة أيضا اليوم نبدأنا السايكل الثالث وقدمنا بشكل كبير وقدم الوفد الرسمي البحريني الممثل من كافة الشراح سواء البرلمان وأيضا وزارات المعنية والمجلس على المرأة والجهات المعنية قدم كل فيما يعني الكثير من الإضاحات والردود على الكثير من الأسئلة التي تم إثارتها أو طرحها أو لم يوجد بما يفيد الإفادة أو بما يفيد الرد عليها وإضاحة للمجتمع الدولي فإحنا سعيديين ونقدم هذه التهنية لصاحب الجلال جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة وإلى صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء المؤقر وإلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد القائد العام النابل القائد العام لقوة الدفاع النابل الأول رئيس ميش الوزراء وتهنية للشعب البحريني ولكافة المعنيين والذين قدموا كل الدعم والمساهمة لخروج وإبراز هذا التغرير بهذا المستوى المتطور وهذا الناجع الذي اليوم تشرف من تقديمه وإتلاقي التهاني بموجبه ترجمة نانسي قنقر